أكدت هيئة كبار العلماء بلازار الشريف أنه يجب شرعا التقايد بالإجراءات والتدابير الوقائية التي حددتها الجهات المختصة ويحرم مخالفتها في ضوء ما تشير إليه التقارير من سرعة تطور وانتشار فيروس كورونا وشددت الهيئة في بيان على أن التباعد بين المصلين في الجماعات وأثناء الاستماع إلى خطبة الجمعة لا يؤثر في صحة الصلاة ونوهت بأن المواد الكحولية المعدة للتطهير والتعقيم طاهرة واستعمالها حلال بل واجب في مثل هذه الظروف